مخدرات تحدث يعني ما تقولهوش ما تاخدش مخدرات صحبه اعرف الهويات بتاعته اعرف صحابه شاركه الاهتمامات كل ما كنت متعامل معه اكتر وكأننا بنرجع لقواعد التربية الاساسية ان الاب يبقى موجود في تفاصيل حياة اولاده الاسرة موجودة في تفاصيل حياة اولادها تصحبهم الجانب اللي حريك كلمت عنه هو الامراض المصاحبة لفكرة التعاطي او لفكرة الادمان بيظهر قدام حريك في الهيادة النفسية كتير الناس عندها مشاكل تانية غير الادمان يعني عندها انواع مختلفة او انواع تانية من الامراض النفسية بسبب الادمان اسمحني اعلق على نتيجة حداك قلتها انه 58% منهم مقامين مع الاسرة المعلومة دي مهمة لانه الادمان في اعوام الوراثية يعني لما بنت بترتبط بشاب وهم زملاء في الجامعة وتبقى عارفة اثناء علاقتهم انه بيشرب حشيش وانه ساعات مع اصحابه هياخد كحليات وجرب مثلا انه ياخد مواد تانية زي الترامدول او كده بتاخد الموضوع ببساطة على ان دي مرحلة في الحياة وهتخص مرحلة شبابها تنتهي ولكن هي واخد واحد عنده مرض اسمه تعاطي المخدرات المرض ده في بعض الناس عندها جينات ورصية موجودة في المخ اكثر استعدادا بتقلل افراز مواد طبيعية في المخ مهدئة فلما بيقبل على تجربة المخدرات بيكمل فيها فعشان كده في بيوت فيها استخدام مخدرات فهتلاقي الجد الأب العم ابن العم ان ده اكتماعيا مقبول لا هو مرض مرض وراسي اهما مش عمين انه مرض فانا عندي مشكلتين في الطفل اللي مولود في الاسرة دي انه ورس الجين وكمان عايش معاهم فجرب ان الاب بيحضر سجارة الحشيش في البيت وجرب ان الكحوليات موجودة ضمن ظروف الاجتماعية بتاعة الاسرة فالطفل ده طلع بيقلد التجربة دي وبيكمل فيها الحاجة التانية الجديدة بقى اللي اشار ليه سيادة اللي هو انه المواد الجديدة اللي زي الاستروكس ده عبارة عن حشيش مضاف ليه حبوبها الوسع مضاف ليه كتامين لما بيتعامل تحليل المخدرات في الضبطيات بيطلع البول سلبي